أهلا وسألن بكم في الجزء الرابع والأخير من المحاضرة التانية من مقرر تقنيات تصوير الطبي المحاضرة التانية موضوعها التصوير بالموجات فوق الصوتية اتكلمنا في المحاضرات السابقة عن فكرة العمل عن أنواع التصوير بالموجات فوق الصوتية وتطبيقاتها التعريف بالأجهزة الحالية وقراءة الصور هنستكمل النهاردة الكلام عن عوامل السلامة في تصوير الإنسان بداية تأثيرات الحيوية للمجادة فوق الصوتية جاية كلها من ترسيب الطاقة في النسيج الحيوي الذي تمر في المجادة فوق الصوتية ما يكون لها تأثيرين أساسياً إما تأثيرات ميكانيكية أو تأثيرات حرارية تأثيرات ميكانيكية في حالتها القصوى تسبب تولد تجاوي في النسيج نفسه الآن تستعمل في حالات القصوى دي بتستعمل في بعض التقنيات بتاعة معالجة الاورام يعني ممكن احنا نستعمل موجات فوق الصوتية بطاقة عالية ونقدر بها نحنا يعني نقدر ندمر بعض الانسجة بتاعة الاورام بنفس التقنيات دي التأثيرات الميكانيكية في الحالة الطبيعية بتاعة التصوير بموجات فوق الصوتية غير موجودة تبقى يعني التغيرات بتبقى طفيفة جدا ما نداش نحنا نقول نها بتسبب اي اضرار للنسيج الحيوي التأثيرات الحرارية نتيجة طبعا لان في حاجات بتتحرك في حاجات ميكانيكية بتتحرك ذراب بتخبط في بعضيها فالحقيقة الحركة دي بتسبب رفع درجة حرارة النسيج الحيوي رفع درجة حرارة النسيج الحيوي معناها ان الوقت النسيج الحيوي ممكن هو بدل ما يبقى درجة حرارة مثلا 37 درجة ممكن يبقى 38 درجة ممكن يبقى 39 درجة طبعا دي برضو واحدة من الحاجات اللي لازم ناخدها فاعتبرنا نتيجة إن لو إحنا علينا درجة الحرارة عن 42 درجة ممكن تسبب لنا بعض المشاكل في بعض البروتينات الموجودة عندنا داخل الأنسجة. فبنتكلم على إن إحنا عادة برضو الأنسجة الحرارية أو التأثيرات الحرارية دي بتبقى قليلة بالنسبة للموجات فوق الصوتية التشخصية وطبعا بيبقى لها برضو نفس الحكاية زي ما كانت في التأثيرات الميكانيكية ممكن برضو نستعملها في أغراض علاجية بس مش أغراض للتصوير الطبي. وفي الحقيقة الحاجة التي تطمننا بالنسبة لتصوير موجات فوق الصوتية في تقارير متعددة بتثبت أمان موجات فوق الصوتية منها تقرير الجمعية البريطانية للموجات فوق الصوتية الطبية اللي قال فيه أن لم يقم حتى الآن أي دليل أن استعمال موجات فوق الصوتية الطبية قد سبب أي أذى لأي إنسان سواء كان جنين أو شخص بالغ يعني بيكلموا على التصوير اللي هو الإنسان اللي هو يعني قبل الولادة أو بعد الولادة. وده الحقيقة يعني واحدة من الحاجات المهمة جدا اللي بتأكد لنا أن تصوير موجات فوق الصوتية يعتبر أكثر تقنيات تصوير طبي أمانا وده الحقيقة واحدة من الحاجات الأساسية جدا اللي هي بتخلي الموجات فوق الصوتية هي الوحيدة اللي بتستعمل في حالات الحمل ما ندرش نحن نستعمل أي من تقنيات التصوير الطبي في الحمل غير التقنيات تصوير موجات فوق الصوتية الحقيقة حدود السلامة اللي وضعتها الجهات الرقابية بالنسبة لتصوير موجات فوق الصوتية كانت زمن طويل الحقيقة كانت متوافقة مع قاعدة وضعها المعهد الأمريكي لموجات فوق الصوتية في الطب وده كانت عبارة عن قاعدة للحد الأقصى لشدة الموجات الممكن نستعملها في الأغراض الطبية يعني كل استعملات بتاعت الموجات فوق الصوتية في الطب كانت لازم الشدة بتاعت الموجات فوق الصوتية ما تعلاش عن حد معين الحد معين ده وضعته وضعه المعهد الأمريكي ده في الحقيقة كلام ده تطور بقاله فترة وأصبح الآن في معظم أنظم التصوير حدود السلامة بقت موجودة بشكل متغير وحسب التطبيق الطبي كما يحدده الطبيب يعني الطبيب دلوقتي أصبح هو المسؤول عن السلامة في تصوير الموجات فوق الصوتية وفي مجموعة من القواعد الإرشادية ابتدت الجهات الرقابية تطلعها للأطباء علشان يقدروا أن هم يضمنوا السلامة في التطبيقات بتاعت التصوير الموجات فوق الصوتية فمثلا في قاعدة استعمال شدة أقل ما يمكن الوصول إليه باعتدال لتشغيل الصحيح يعني أستعمل أقل شدة تسمح لأنه نوصل لتشغيل صحيح باعتدال يعني ما أخدش مثلا يعني ما أقللش جمد أو ما أقللش الشدة بتاع الموجات فوق الصوتية بشكل مفرط وأوصل بالصورة أنها ما تبقاش يعني تشخيصيا تبقى فيها أخطاء أو فيها مثلا بعض الأجزاء ما تبقاش واضحة وفي الوقت نفسه ما استعملش شدة كبيرة جدا تبقى الصورة فيها كويسة وكل حاجة بس أقدر أوصل نفس الصورة هي بشدة أقل فبحاول أقلل الشدة بتاعة الموجات فوق الصوتية اللي أنا بستعملها يعني كلما يعني أتاحت الفرصة ذلك في الآخر لازم أن أنا أقدر أوصل لتشغيل الصحيح يعني الأساس هو أن نوصل لتشغيل الصحيح واستعمل أشد أو أقل شدة على شيء تشغيل صحيح ده أقدر أوصل الحقيقة الطريقة دي بتعتمد على فهم الطبيب للتأثيرات الحيوية وفهمه برضو الفيزيقة الموجات فوق الصوتية يعني الطبيب دلوقتي ما بقاش مجرد يعني بيبص على الصورة أو يشخص لا ده هو يحدد الصورة دي نفسها بنقدر نحصل عليها إزاي ونحصل عليها بأي شدة ونحصل عليها في أي زمن بحيث أن هو دلوقتي هو اللي بقى عنده كل المفاتيح بتاعة التأثيرات الحيوية بتاعة الموجات فوق الصوتية في إيده علشان يقدر بيها أنه هو يوصل المريض ده لبر السلام وطبعا فهم الطبيب ده الحقيقة مهم جدا في كل الأحوال علشان يقدر أنه هو يشخص الصورة بشكل سليم بداية وعلشان أنه هو يقدر يحصل على أحسن صورة ممكنة بالجهاز اللي معاه ده كطبعا حاجة أقل في الأهمية من الحاجة الأولى علشان نحاول نلخص الأمان في التصوير من موجات فوق الصوتية في مجموعة من الاشتماعات البسيطة ولكن الهم ليس لإستعمال الأمن أول حاجة التصوير من موجات فوق الصوتية يستعمل فقط لأغراض التشخيص يعني لا يجوز أن نحن نستعمل موجات فوق الصوتية نحن مثلا يعني عشان زي ما احنا كنا شوفنا مثلا في الأشعة الصينية كناس بتصور بأشعة صينية لمجرد بس أن هي طريقة لنهو يطلع صورة لنفسه مثلا بشكل مختلف لا ما ينفعش برضه نحن نستعمل موجات فوق الصوتية غير لأغراض التشخيص يتم استعمال التصوير بالموجات فوق الصوتية من قبل أطباء مدربين وعلى دراية بتأثيراته الحيوية وعلاقتها بعوامل التصوير يعني لا يجوز أن أنا أستعمل الموجات فوق الصوتية دي من قبل بعض الناس اللي ما حصل لهمش تدريب يعني فرضا الطبيب قبل ما ياخد تدريب بتاعه لا يجوز أن هو يستعمل تصوير بالموجات فوق الصوتية أو لو هو مثلا طبيب مثلا بتاعه تخصص آخر مثلا مثلا زي تخصصات النساء والأولادة ما ينفعش مثلا هو يصور التصوير بالموجات فوق الصوتية دوت غير لما يكون يعني تدرب كافي على التأثيرات الحيوية وعلاقتها بعوامل التصوير علشان يضمن أمان طريق التصوير بالموجات فوق الصوتية يجب محاولة تقليل زمن الفحص بالموجات فوق الصوتية للزمن الضروري اللازم للوصول للتشخيص فقط دون زيادة يعني ما ينفعش أن أنا أعمل مثلا تصوير بالموجات فوق الصوتية لمدة ساعة لا ده الوقت اللي أنا محتاجه بس مفروض أن أنا أوصل به للتشخيص وبعد كده ما أعملش تصوير بوقت أطول يعني لازم أن أنا أقلل زمن الفحص على قدر ما أستطيع ولازم نحاول نحن نوصل لتشخيص في أقل وقت ممكن علشان ما نعرضش المريض للموجات فوق الصوتية بشكل مفرد وطبعا بالإضافة لمحاولة تقليل شدة الموجات زي ما احنا قلنا من شوية اللي احنا كنا نكلم عليها يعني نفس الصورة التشخيصية نحاول نستعمل أقل شدة تديه نفس الصورة التشخيصية السليم برضو آخر حاجة أن الفحص بالموجات فوق الصوتية لحالات الحمل بالذات يجب أن يجرى الأغراض تشخيصية فقط وليس للحصول على صور أو أفلام تذكارية للأسف انتشر جدا في الوسط بتاع أطباء النساء والولادة استعمال الأجهزة بتاعة الموجات فوق الصوتية علشان يطلع مثلا سي دي للجنين ويتحرك والأم تاخده وتفرح به وتحطه مثلا على الكمبيوتر وتوريه للأقارب الحقيقة ده استعمال غير سليم للتصوير الموجات فوق الصوتية استعمالات التصوير الثلاثي الأبعاد ورباعي الأبعاد ده بغرض التعرف على أي تشوهات والتعرف على حالة الجنين داخل رحم الأم وليس لان احنا نطلع فيلم للجنين دوت يعني يبقى الفيلم دوت بس مجرد ان احنا عشان نتفرج عليه وننبسط فالحقيقة في بعض الحاجات لازم ناخدها في اعتبارنا لان برضو الطاقة الزيادة اللي بيتعرف بها الجنين دي برضو احنا لسه مش عارفين في التطبيقات اللي فيها يعني تصوير مثلا بثلاثي الأبعاد ورباعي الأبعاد اللي بيتعرف فيها الجنين لكمية كبيرة من الموجات فوق الصوتية الحقيقة ما يستحسنش ان احنا نزود الشدة ونزود الزمن بتاع التصوير وبان احنا ناخد صور او افلام تذكارية علشان يعني ممكن يبقى فيه مضاعفات لسه حتى العلم ما موصلش ان هو يتعرف عليها فلازم احنا نبقى يعني نتصرف بشكل معتادل وشكل فيه امان او شكل فيه حرص على الامان بتاع الجنين وعلى الام فيه التصوير بموجات فوق الصوتية لو حبينا نقيم التصوير بموجات فوق الصوتية هنلاقي ان فيه مجموعة مميزات الحقيقة هامة جدا ان هو امن ويمكن نقله بسهولة كل الاجهزة اللي حنشفناها نقدر ننقلها من مكان لاخر بمنطقة البساطة حتى الاجهزة الكبيرة لها عجل ممكن انها تنتقل داخل المستشفى من مكان لاخر وطبعا واحدة من الحاجات المهمة جدا بالنسبة للدول اللي هي يعني تعتبر نامية ان التكلفة بتاعته قليلة نسبيا وده طبعا بيخلي تكلفة المسح نفسه او تكلفة التصوير بنفسه تكلفة قليلة وبالتالي المريض نفسه يقدر ان هو لو كان محتاج ان هو يستعمله ما بيلاقيش مشكلة ان هو يستعمله برضو الحقيقة ممتاز جدا في تصوير انسجر رخوة عموما وبيستعمل الحقيقة برضو بشكل برضو ممتاز جدا في دراسة التدفق الدم بشكل يعني برضو رقمي ونقدر برضو نستعمله في العمليات مثلا زي اخذ العينات وزي العملات الجراحية نفسها ونقدر في العمليات اللي هي البسيطة زي اخذ العينات نقدر نشوف الصور في الزمن الحقيقي وده طبعا ميزة اساسية كبيرة جدا ان احنا بنشوف كل الصور بتاع الموجات فوق الصوتية في الزمن الحقيقي ميزة برضو اساسية جدا وميزة يعتبر فيها منفرد ان هو يمكن استعماله مع الحوامل وده طبعا حاجة تعتبر في غاية الاهمية وهي الحقيقة طبعا بتتحلنا ان احنا نتعرف على اي مشاكل بتعرض لها الجنين وطبعا استعماله في المجال ده الحقيقة خلى المشاكل بتاع الحمل بتاقل بكثير جدا وسمح ان طبعا تعرف على اي اشياء غير طبيعية بتحصل او اي تشوهات بحيث الاطباء يداروا يتعاملوا معها بدري في الحمل العيوب بتاع التصوير من موجات فوق الصوتية ان هو لا يمكن استعماله مع انسجة فيها هواء او عظام يعني لو بنتكلم على الرئة ما نقدرش نستعمل فيها موجات فوق الصوتية لو بتكلم على ان انا في عندي كسرة في العظام مثلا ما قدرش ان انا استعمال فيه تصوير من موجات فوق الصوتية فده يعتبر قيد على استعمال موجات فوق الصوتية لازم ان انا اكون احطه في اعتباري علشان اقدر ان انا هستعمل موجات فوق الصوتية بشكل سليم برضو الحقيقة فيه عيب تاني ان القياسات الهندسية في الصور غير دقيقة يعني لو انا عايزة ايس مسافات بين حاجات مختلفة او عايزة ايس حجم بتاع حاجة معينة الحقيقة القياسات الهندسية ما بتبقاش يعني ماياش بالدقة اللازمة او مش بنفس الدقة بتاعت الاجهة التصوير التانية يعني هنلاقي مثلا لو في مريض حاب ان هو يعرف مثلا حجم بتاع ورم في البطن مثلا شافه بالالترا ساون شافه بالموجات فوق الصوتية بيضطر ان هو يعمل مثلا اشعة مقطعية علشان نشوف نفس الورم هو هو ويقدر ييسه بشكل دقيق فطبعا يعني في بعض العيوب اللي موجودة في التصوير الموجات فوق الصوتية يعني لازم ناخدها في اعتبارنا برضو علشان نقدر ان احنا نستعمله بشكل سليم اشكركم لحسن المتابعة ده كان الجزء الرابع والاخير من المحاضرة الثانية عن موضوع الموجات فوق الصوتية نلتقي ان شاء الله المحاضرة القادمة عن موضوع التصويب الرانيين المغناطيس ترجمة نانسي قنقر